هاتف يأتي بسرعة شحن خيالية يا عزيزي 240 واط والهاتف قال لي بشحن في 10 دقائق ينتم تخيل معي يا عزيزي هاتف ريدمي جي تي نيو 5 هاتف ولا أروع يلا بينا عشان نشوف التفاصيل أول حاجة يا عزيزي الهاتف بجني من ناحية الهيكل بمواصفات جميلة من الأمام ومن الخلف والشكل الجزاب بالإضافة للكاميرات الموجودة في المستطيل الخلفي يسار المستطيل ويمين المستطيل فيه مستطيل شفاف يسر المعالج ويضي أثناء الإشعارات بالإضافة أنه الهاتف من الأمام بجني بحواف نحيفة والكاميرا الموجودة في السقب أعلى الشاشة الهاتف طبعا بجني بوزن 199 جرام والحجن بتاع الهاتف سميك اللي هو 8.9 ميليمتر والهاتف قال لي يا عزيزي بجني بألوان مختلفة أرجواني وأسود وأبيض أرجواني فهو خطين من الخلف لمشي بعد كده عزيزي نتكلم عن الشاشة والشاشة قال لي بجني بحجم 6.74 بوصة وتستحوز قال لي 87.9% من حجم الهاتف طبعا بتجني من نوع أموليد بدقة Full HD بلس بكسافة بكسلات 491 بكسل في الأنشة الواحد طبعا تدعم لي اللمسة المتعدد والحاجة جميلة إنه الهاتف بيدعم لي 144 هرتز ويدعم لي الـ HDR 10 بلس ويدعم 1 مليون كالر ويدعم معدل سطو حتى 1400 شمع إذن من ناحية الشاشة الهاتف ممتاز ما فيه أي وجهة بالإضافة لأنه البصمة مجمجة في الشاشة والهاتف يدعم بصمة الوجه من ناحية يا عزيزي الكاميرات الهاتف بيجيني من الخلف بسلاثة كاميرات الكاميرا أساسية 50 ميجا بيكسل فتحد عدسة 1.9 والكاميرا الثانية ألترا وايد 8 ميجا بيكسل فتحد عدسة 2.2 والكاميرا الثالثة بتجيني بـ 2 ميجا بيكسل وديل الماكرو فتحد عدسة 3.3 والهاتف يدعم مسبت الصورة البصري الـ OIS والهاتف بيصور من الخلف حتى 4K والهاتف يأتي بكاميرا سيلفي 16 ميجا بيكسل فتحد عدسة 2.5 ويدعم تصوير حتى Full HD 30 إطار والهاتف يأتي بمعالجة السنة السابقة Qualcomm Snapdragon 8 Plus G1 وطبعا هنا سرعة المعالج حتى 3.19 وأقل سرعة له 1.80 بيجيني برضو معالج رسوميات Adreno 730 يعني من ناحية الأنعاب أداء وممتاز من ناحية ذاكرة عشوائية الهاتف بيجيني بـ 8.12.16 ودي قلي من نوع LBDR5 يعني الرامات ممتازة وشريعة التخزين الداخلي يبدأ من 256 لكن لا توجد ذاكرة خارجية أما من ناحية نظام التشغيل فالهاتف بجيني بـ Android 13 مع واجهة Redmi UI 4.0 والهاتف يأتي بسماعات استيريو بالإضافة لشريحتين اتصال ويأتي بمنفذ شحن من نوع C والهاتف لا يدعم قليا منفذ السماعات 3.5 ميلي ميتر أما من ناحية البطارية وده الاختلاف القوي جدا الهاتف يأتي بـ 5000 ميلي أمبير ودي قلي بتدعم شحن حتى 150 واط والنسخة الأعلى منها والخارقة في الشحن اللي هي بتدعم بطارية 4600 ميلي أمبير وتدعم لها الشحن حتى 240 واط ودي عزيزي بتشحن في 10 دقائق ونص البطارية بيشحن في 4 دقائق والنسخة الأعلى من ناحية الرام والشحن تبدأ من 470 دولار والنسخة الأقلة في الشحن الـ 150 تبدأ من 360 دولار في الختاب لو الفيديو عجبك ما تنسى لك الجميل بداعك واشتراك في الغناء سلام عليكم